مقاتلو المعارضة وسكان الأحياء الشرقية في حلب يغادرون المدينة في عملية إجلاء واسعة ومتعثرة والنظام يرفع راية النصر على أنقاض المدينة وسط خلافات روسية إيرانية بدأت تطفو إلى السطح خصوصا بعد التقارب الروسي التركي الأخير تقارب غير جذريا دورة تركيا الذي تحول من داعم للمعارضة إلى وسيط بعد أن تخلت أنقرة عن الدعوة إلى إسقاط الرئيس السوري بشار الأسد فيما اكتفت السعودية التي توعدت مرارا بإسقاط الأسد ببيان شجب وإدانة لما حدث في حلب فلماذا سقطت حلب؟ وكيف يؤثر هذا السقوط على سير باقي المعارك في سوريا؟ وكيف يمكن قراءة العلاقة الروسية الإيرانية بعد حلب؟ وما الدور المستقبلي لأبرز داعمي المعارضة تركيا والسعودية؟ مشاهدين السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج تقدير موقف من الدوحة؟ أرحب بضيوفي في هذه الحلقة دكتور إبراهيم فريحات أستاذ النزاعات الدولية في معهد الدوحة للدراسات العليا سليمان نمر مدير مركز الملتقى الخليجي للتحليل السياسي ودكتور سلطان بركات المدير المؤسس لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات ودكتور مروان قبلان مدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ولكن قبل أن نبدأ النقاش نتابع هذا التقرير الذي يستشرف ما بعد حلب يحتفل هؤلاء على أنقاض مدينتهم التي يعيش نصفها عملية تهجير جماعي سكان الأحياء الشرقية لحلب يدفعون باهظا ثمن انتفاضتهم ضد نظام الأسد منذ أربع سنوات بعد أنعان الجوع والبرد والقصف والمرضى طيلة هذه السنوات النظام مصبى جامى غضبه على أهل الأحياء الشرقية بعد أن تمكن من استعادة حمص عام 2014 فأمطر المدينة بالبرامين المتفجرة مستعينا بميليشيات طائفية إيرانية ولبنانية وعراقية وأفغانية ومستقويا بحليف روسي يدعمه عسكريا وسياسيا وبعد أن كانت المعارضة تتقدم خلال معركة حلب الكبرى ومعركة فك الحصار فشرت كل الهدى في وقف المعارك ولم تصمد أحسنها لبضع ساعات رهانات معركة حلب التي تجاوزت بكثير أسوار المدينة جعلت القوى الدورية والإقليمية تتدخل بكل ثقلها لقلب المعادلة تركيا التي كانت من أبرز الداعمين لثورة السورية والتي توعد رئيسها مرات عدة بإسقاط الرئيس السوري بشار الأسد عاشت منتصف هذا العام محاولة انقلاب فاشلة غيرت جذريا من سياساتها الخارجية الاستياء من الغرب دفع بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تحويل بوصلته نحو موسكو بعد أن وصلت العلاقة معها إلى الحضيد إثر حادثة إسقاط الطائرة الروسية ومنذ أن كانت أنقرة تلعب دورة داعم للثورة السورية وللمعارضة التي تمثلها أصبحت تلعب دور الوسيط بين هذه المعارضة وموسكو فيما استطاعت أن تحقق مطلبا كانت تنادي به منذ سنوات ألا وهو إقامة منطقة عازلة شمالي سوريا بعد ضوء أخضر روسي مشروع يرى النور شيئا فشيئا مع تقدم عملية درع الفرات ودحر قوات سوريا الديمقراطية ذات الأغلبية والقيادة الكردية التي تعتبرها أنقرة تهديدا استراتيجيا لأمنها القومي كل هذا يتزامن مع انكفاء الدور الأمريكي انكفاء بدأ مع تخط بشار الأسد الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس الأمريكي باراك أوباما دون رد من هذا الأخير ما فتح الباب على مصرعيه للنظام لارتكاب كل الجرائم بحق المدنيين في شتى أنحاء سوريا وما تغيب أمريكا في الاجتماع الروسي التركي الإيراني الأخير في موسكو إلا أكبر دليل على تهميش الدور الأمريكي خاصة وأن الأمم المتحدة عجزت لأكثر من خمس سنوات عن وقف آلة الدمار في سوريا حتى باتت حلب تلقب بمقبرة مجلس الأمن أبدأ معك دكتور مروان قبلان ما العوامل الداخلية والإقليمية والدولية التي أدت إلى هذا الانهيار السريع لمدينة حلب كما ذكرت أخي دليل هناك عوامل دولية وأقليمية ومحلية أدت إلى هذا الانهيار المفاجئ ربما للمقاومة الفصائل المعارضة في حلب أولها برأيي هو القوة النارية الهائلة استخدمتها روسيا خلال الفترة الماضية نعرف جميعا بأن الروس استخدموا أفضل ما لديهم من سلاح بما في ذلك أسطول الشمال وعلى رأسي حامل الطائرات كوزينسوف ورغم أنها محاملات طرائرة تعد قديمة بنية في العهد السوفيتي إلا أنها استخدمت عن طاق واسع خلال معركة حلب في قصف المدينة عبر صواريخ كروز أيضا من العوامل الأساسية برأيي التي تأدت إلى هذا الانهيار هو حصول تغير واضح في الموقف التركي منذ على الأقل قبل حصول الانقلاب لكنه تسارع بشكل كبير بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا وهناك أعتقاد لدى قطع واسع من المراقبين بأن هناك نوع من التفاهم الضمني التركي الروسي الذي سمحت بموجبه روسيا لتركيا بإطلاق عملية درع الفرات في شمال سوريا مستخدمة عن طريق دعم فصائل من المعارضة السورية قاموا بإطلاق الحصار على داعش في مناطق مختلفة وعلى رأسها مدينة الباب وذلك في محاولة لمنع وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردستاني من السيطرة عليها ووراث الداعش فيها هل توقيت إلى أي مدى لعب دورا أيضا في تسريع الخطى نحو الاستلاء أو استرجاع أو سقوط حلب هذا ما كنت على وشك أن أقوله بأن توقيت أيضا اختيار التوقيت كان مهم بعد انهيار الهدنة التي توصي إليها جون كيري وسيرجي لافروف في التاسع من أيلول الماضي دعت موسكو إلى اجتماع ثلاثي ضمها إلى كل من وزيخ خارجية إيران ووزيخ خارجية النظام السوري وأيضا حضره مسؤول عسكرية كبار تم خلال هذا الاجتماع الذي حصل في موسكو في 28 أكتوبر الماضي الاتفاق على خطة الإجهاز على المعارضة في حلب وبدأ عمليا تنفيذ هذه الخطة هذا التوقيت المهم أنا برأيي بعد الإعلان عن فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أثناء الاتصال الهاتف الذي حصل بين بوتين و ترامب ليهنيئه على فوزه ذكر الروس بأنه تم مناقشة الوضع في سوريا وكيفية مواجهة كيفية تنسيق المواقف مع إدارة ترامب القادمة لمواجهة التنظيمات بين قوسين الإرهابية في سوريا أنا أعتقد أن هذه النقطة أيضا لعبت هذه المكانة الهاتفية قدمت ما يشبه غطاء سياسي لإجهاز الروس على حلب لكن أيضا هناك عامل مهم أساسي أنا برأيي كان هو قسام فصائل المعارضة وتناحرها في حلب تعبدوا أيضا جدا مهم يعني أثناء القصف الروسي وأثناء هجوم الميليشيات المدعومة إيرانيا على المنطقة المحدودة التي كانت تسيطر عليها المعارضة كانت تحصل مواجهات عنيفة بعض الأحيان بين فصائل المعارضة مثل على سبيل حركة نور الدين زينكي التي اشتبكت مع تجمع فستقم جبهة النصر التي اشتبكت مع فيلق الشام وجيش الإسلام هذا السؤال لماذا تنقسم وتنشق هذه الفصائل في هذا الوقت القاتل؟ منذ البداية المشهد المعارضة السورية كان مفتت منذ البداية حقيقة وفشلت كل محاولات توحيدة لأسباب عديدة منها محلية ومنها خارجية ومنها مرتبط بالأجندات الدول التي تدعمها خلافات الأجندات كل ذلك أدى برأيي إلى عدم حصول نوع من التوحد بين فصائل المعارضة دكتور بريم فريحات أنا أتفق تماما مع التفضل فيه الدكتور مروان لكن باعتقادي كان في عوامل إضافية غير العوامل العسكرية والسياسية التي تفضل فيها وباعتقادي من أهم هذه العوامل كان العامل النفسي يعني المعارضة في داخل حلاب أصبحت جاهزة قبل أن يبدأ الهجوم إلى الانسحاب وإلى الانهيار بهذا الشكل وباعتقادي ما أنضج العامل النفسي اللي هو الموضوع الانتخابات الأمريكية يعني كان دائما هناك مراهنة على الانتخابات وكل الأنظار كانت متوجهة باتجاه الانتخابات الأمريكية عندما كان في التنافس ما بين بالنسبة لمن من الأطراف أكثر من كان يهتم أكثر بالانتخابات الأمريكية ونتائجها المعارضة بشكل محدد لأن المعارضة كانت تعول كثيرا على موقف هيلاري كلينتون من سوريا والتي كان لها تصريحات صريحة قالت أنه إزالة نظام الأسد هو أولوية بعد الانتخابات الأمريكية وبنفس الوقت بوتين معروف بتحالفه وصداقته مع ترامب فوز ترامب المفاجئ قلب المعادلة بالكامل وانهارت المعارضة قبل أن يبدأ الهجوم عندما أدركت وهو هذا الذي أعول عليه أهمية كبيرة العامل النفسي أن المعارضة شعرت أنها أصبحت مكشوفة لا يوجد هناك حليف لا يوجد هناك سند لا يوجد هناك من يدعم المعارضة سواء كان بأسلحة استراتيجية أو بأسلحة مضادرة للطائرات أو إلى آخره لكن دكتور إبراهيم فريحات حتى قبل الانتخابات الأمريكية وما أفرزت هل كان هناك وعي بأن وقت كثير أهدر ولم يستغل وربما دفعت دفعا كل هذه الفصائل وحشرت في وقت ضيق وطلب منها الكثير إنجاز نصر في وقت ضيق وصعب لأن في العامل الآخر اللي أنا كنت بدي أتحدث فيه اللي هو العامل السكان يعني حجم المجازر اللي عمالة ترتكب في حلب أصبحت فوق التخيل وإذا بتراجع تصريحات ديمستورا اللي هو بقبل الهجوم كان يتحدث وكأنه الناطق العسكري باسم الهجوم وفي أحد المقابلات أنا علقت على هذا بشكل محدد إنه تصريحاته كانت تتحدث باتجاه الهجوم باعتقادي هذا كله أنضج المعادلة باتجاه الانهيار والشكوك الذي بدأت تتراود اللي هو بخصوص فيما يخص حقيقة الموقف التركي يعني الآن لا يوجد تصريح فيها ولكن المعارضة في هناك يتمنون ماذا جرى بشكل محدد من تفاهم روسي تركي على المعادلة في الشمال كل هذه العوامل ساعدت بخصوص الموقف التركي دكتور سلطان بركات تركيا هل تلام ربما أم يطلب تفاهم موقفها أيضا لأنه كأن جهدها تشتت في لحظة ما على أكثر من جبهة وبالتالي كان عليها أن تركز على جبهة أهم بالنسبة إليها من جبهات أخرى بما فيها حلب طبعا أنا برأيي الموقف التركي اختلف تماما بعد الانقلاب اللي فشل في تركيا وصار الأولويات اختلفت بعد أنه لا زالوا بشكل عام داعمين للمعارضة وفي كلامهم بشكل دائم يذكروا المعارضة ويطالبوا في إزاحة الأسد إلى آخره لكن الحقيقة أنه هلأ أولوياتهم هي حماية النظام في تركيا على ما هو عليه محاولة تفادي أنه انتشار المشاكل من سوريا إلى تركيا بأي شكل من أشكال وكما تفضل دكتور مروان في البداية التأكيد على أن الأكراد لا يأخذوا الشريط ما بين تركيا وسوريا هذا غير المعادلة وبدأوا في الحديث مع روسيا واتفقوا معهم على موضوع درع الفرات بداية وبعدين أنا برأيي كان كل موضوع حلب هذا كان مرتب له ترتيب خاص بما فيه المؤتمر اللي حصل بعد ولازم أن العامل النفسي مهم جدا لكن هذا امتداد لكانت معارك أخرى ومبلشوا من حمص الخطة كانت واضحة أنك أنت تحشرهم في أماكن أيربن أو مدنية وبعدين شوية شوية رح يضطروا ينسحوا لأن المقاومة لا تستطيع تعمل بهذه الطبيعة هل كان أمام تركيا خيارات؟ مع الأتبار أن حلب عنوان كبير بالنسبة للموقف التركية في سوريا أنا برأيي قبل محاولة الانقلاب كان ممكن في خيارات بعد محاولة الانقلاب لا لا يوجد خيارات الآن الخيار الأهم والوحيد أنه هو إيقاف الحرب في تركيا وبأي سوريا وبأي ثمن أستاذ سليمين سأعود لك دكتور مروين فضلا أعتقد أولا لما جرى في حلب ويجري في حلب هناك دور كبير للموقف الأمريكي الموقف الأمريكي أدار ظهره حتى للمطالب التركية نحن لاحظنا أن الأمريكان كانوا يدعمون قوات الأكراد وهذا الشيء كان هو القلق الرئيسي عند الأتراك هو أن تقام دولة كردية على حدودهم فمن هنا جرى هذا التحول التركي من واشنطن وكما هو معروف تركيا عضوه في حلف ناتو فتوجهت إلى روسيا وهنا جرت الصفقة بين موسكو وأنقرة على أساس أن الثمن إسقاط حلب وإسقاط هذه المعارضة هو عدم إقامة دولة كردية على الحدود التركية ومن هنا نلاحظ التزامن الذي يجري بينما يجري معركة حلب وبين عملية درع الفرات نحن نلاحظ أن الأتراك ومعهم ما يسمى بالجيش الحر قد حاصروا الباب والآن في طريقهم إلى طرد داعش هذا ليس هدفها داعش فقط ولكن هدفها أن لا يقام هناك دولة كردية مرتبطة بكردستان العراق وأن تهدد هذا وبالتالي كان على تركيا أن تختار من هنا أعتقد أن أكمل حديثي أن ما جرى في حلب ليس انتصارا للنظام الذي سقط في ليس انتصارا للنظام هو هزيمة للمعارضة السورية هو هزيمة للنظام العربي الرسمي الذي لا نجد له أي دور فيما يجري في حلب سنصل إلى هذا التقييم دكتور مروان تقييم سريا قبل المحوار الموالي تغير في الموقف التركي بدأ منذ وقت مبكر هذا العام أنا أعتقد أنه بدأ في شهر نيسان تحديدا وبلغ ذروته بإزاحة أحمد داود أغلو من رئاس الحكومة في أيار من هذا العام صاحب نظرية صفر مشاكل أنا أعتقد أنه كان في توجه نحو تحميل أحمد داود أغلو مسؤولية تدهور العلاقات مع روسيا خذ الفترة التي آقبت تحدى إسقاط الطائرة الروسية فوق المجال الجوي أو على تخوم المجال الجوي التركي فوق الحدود مع سوريا تركيا شعرت بالخدلان الشديد فيما يتعلق بالموقف الغربي في مواجهتها مع روسيا وخاصة الموقف الأمريكي وحصل هناك نوع من إحساس تركي بوجود نوع من التناغم الأمريكي الروسي في دعم الأكراد لأنه في الوقت الذي كان الأمريكيون يدعمون فيه قوات حماية وحدات الشعب في عين العرب وفي مناطق أخرى لطرد داعش كانت روسيا عمليا تزود حزب العمال الكردساني بأسلحة وأنا أعتقد أن الروس وجهوا رسالة جدا قاسية إلى الأتراك عندما تم الكشف عن أن طائرة مروحية تركية تم إسقاطها عن طريق صاروخ محمود على الكتف روسي الصنع استخدمه عناصر حزب العمال الكردساني أعتقد أن الأتراك فهموا الرسالة جيدا لكن التحول الأكبر يعني ما أعطى أردوغان كما ذكر الزملاء يعني عنوان أكبر لتحول كبير في الموقف من روسيا بعد أن مرست عليه هذه الضغوط الشديدة من قبل الروس اقتصادية وغير ذلك طبعا هو المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي جرت في آب من هذا العام دكتور سلطان بركات أسألك الآن عن أثر معركة حلب ومآلاتي على سير باقي المعارك المستمرة في سوريا الآن في أدة محاولة يتحدث فيها الأولى من ناحية أنها هزيمة للمقاومة أكيد هي هزيمة للمقاومة المعارضة في هذه المعارضة وحلفان لكن هي أكبر هزيمة ونكسة لمبادئنا الإنسانية بشكل عام يعني ما حصل في حلب أنا برأيي سيأثر على مفهوم العمل الإنساني وتنظيم الحروب لسنين من اليوم الطريقة التي تم فيها تفريغ البلد من أهلها واقتلاعهم من جذورهم وتشريدهم باسم الحماية هذا كلام كان كله غلط الأصل هو أنك أنت تخرج المقاتلين وعائلاتهم القريبة منهم ويتركوا سلاحهم وبالمقابل يحميهم المجتمع الدولي وتحميهم الدولة السورية وروسيا لآخره لكن للأسف خلطت الأوراق وزادت الأمور يعني الطين بله بتدخيل موضوع كفرية والفوعة وتبديل السكان الشيعة والسنة كل هذا التبديل الديمغرافي الذي حصل هو نتيجة فشل المعركة أو سقوط حلب البعد الآخر الذي سنرى نتائجه للأسف أنه هلأ المقاومة نقلت من حلب إلى إدلب الخيارات بإدلب قليلة بالنسبة لهم يعني هي عمدهم إذن إدلب المحطة المقبلة بعد حلب إدلب وإدلب فيها طبعا جبهة النصرة وما كان يعرف بجبهة النصرة له قدرة سيطرة كبيرة على المنطقة هلأ المقاتلين اللي راحوا هناك يا أما بلحقوا جبهة النصرة يا أما ما برشد يكون الحل بالنسبة لهم والوضع الأسوأ من هيك أنه العالم هلأ مش رح يتحرك إذا الأسد قرر أنه يلحقهم لإدلب الغرب نفسه ممكن يكون يأخذ موقف لسه أعطى من الموقف اللي أخذوه خلال الحرب في حلب وبنفس الوقت أنه هاي ندخلها على فترة انتقالية بالنسبة للحكم في أولاد المتحدة أكيد ما حد راح يتحرك وللأسف كمان ندخلها على كريسماس ونيو يير فممكن كل التوقيت نعودي لمسألة التوقيت وهي مهمة جدا توقيت سيكون محرج جدا من نسبة ريف دمشق وريف درعا ودكتور براين فريحان أتفك تماما مع الدكتور سنطان بما تفضل فيه وبالإضافة لذلك أعتقد من أهم التحولات أو العوامل التي ستؤثر بالمعركة فيما بعد اللي هو تحول طبيعة المعركة نحن الآن على مفترك طرق يعني هذه معركة حلب قد تؤدي إلى انتقال المعركة من الشكل اللي كانت فيه اللي هو بحرب المدن إلى حرب أصابات وهذا قد يكون بالمناسبة لصالح المعارضة على اعتبار أن المعارضة الزج فيها بأنها تدخل في المدن وتبدأ اللي هي ملقى على عاتقها اللي هو الـ الحكم في داخل هذه المدن المعارضة والمقاتلين لا يتوقع منهم أن يكون فيه هناك عندهم له نظام حكم إداري تعليم صحة وكهربة ومي وإلى آخر هذا كله كان مطالب بهم أن يكونوا فيه ويقدمون السكان الآن هذا ممكن أن يؤدي إلى تحول بالنموذج ككل بانتقالهم إلى حرب العصابات بدل عن هذا وهذا قد يكون أخطر يعني إدلب لن تكون سالكة المعركة فيها لن تكون سالكة وبالسهول التي يتوقع وكثيرون بكل تأكيد وباعتقاد كما كان في حلب على الأقل في الأسبوع الأخيرة الآن كل الأنظار تتوجه إلى إدلب وإذا وجهنا بموقف دولي صامت كما جرى الحال في الحلب فإن النتيجة ستكون كما كانت في حلب يعني إدلب لن يكون فيها تحصين أكبر من اللي صار في حلب وبالنهاية هذا يدفع باتجاه تحويل حلب العصابات إذا كنت سمعتين اللي هو عام الأخير اللي مهم جدا أن ندرك ما أدد إلى معركة حلب هو تغيير ليس فقط بالجانب بالإنسان كما تفضل الدكتور صار ولكن بالنظام الدولي ككل نحن بدأنا نتحدث عن تشريعات دولية ما هو المستوى ستاندرد من الممكن للنظام الدولي أن يتقبلوا أن تحدث المجازر بالشكل اللي صارت فيه والعالم النظام الدولي صامت باعتقادي هذا قد يحدث تغير بطبيعة النظام الدولي وتحوله من نظام أحادي واحدة من مؤسسات وهيئات المجتمع الدولي الدكتور مروان التصويت على إرسال قرار بإرسال مراقبين دوليين وتعداد الجرائم التي رتكبت في حلب هل سيكون عامل من عوامل أخرى رادعة للنظام وحلفائه حتى لا يفعل في إدلب وغيرها ما فعلوا في حلب أولا عند نقطة إدلب قبل أن نجيب عن سؤال مجلس الأمن وقرار الذي مر الأخيرا أنا أعتقد أن إدلب لن تكون الهدف التالي في المعركة في سوريا لأن إدلب من وجهة نظري سوف تكون منفى لكل المعارضين أولا في سوريا قبل أن تصبح الهدف الأخير أنا برأيه الهدف التالي إذا كانت المعركة سوف تستمر طبعا الروس يطرحون الآن أن المعارك الكبرى في سوريا ربما انتهت وربما بدأ بمعنى أن الروس حققوا الانتصار الذي وعدوا به وهو استعادة حلب من المعارضة السورية لكن إذا كان هناك من مسار عسكري سوف يستمر ونعتقد أنه سوف يستمر فالنظام سوف يذهب باتجاه إخراج المعارضين من تخوم دمشق أولا إخراجهم من دمشق لأن النظام استراتيجيته منذ سلتين تقريبا هي أخراج كل المعارضة من المناطق الحيوية ودفعهم باتجاه إدلب وكأن إدلب تحويل إدلب إلى إمارة إسلامية أو منفج كل المعارضين يعني كل من لا يريد أن يلقي السلاح ويستسلم للنظام أو يريد أن يستمر في القتال يجب أن يخرج هو وعائلته إلى إدلب بذلك يتوقع خلال الفترة القادمة أن تكون الأهداف متركزة تحديدا على ريف دمشق على منطقة شمال حمص جنوب حما يعني منطقتين رستة وتلبيسة تحديدا وعلى مناطق أخرى مزاق مستعصية على النظام مثل حي الوعر في حمص على سبيل المثال هذه المناطق سيتم التركيز عليها لتنظيفها من المعارضة وإرسال كل هؤلاء إلى إدلب ماذا يحصل في إدلب أنا أعتقد أن معركة إدلب لن يقوم بهالنظام لأن مجرد أن يقدمها للعالم باعتبارها إمارة إسلامية تحكمها النصر وتحكمها الناصر المتشددة العالم هو الذي سيقوم بإعلان الحرب على إدلب بمعنى الولايات المتحدة قادم رئيس ترامب يريد أن يقيم شراكة مع روسيا للقضاء على تنظيم الدولة الرؤية جاهزة يعني بهذه الصيغة وبهذه الأهداف وبهذه الدقة بهذه الصيغة بهذه الأهداف ومعمولة عليها منذ أكثر من سنة ونصف على الأقل فيما يتعلق فقط في مجلس الأمن أنا أعتقد أنه هذا أمر مهم صحيح على أرض الواقع لم يؤدي إلى تغيير كبير لأنه عملية تهجير السكان انتهى اليوم تقريبا تهجير السكان والمعارضة انتهى اليوم لكن أنا أعتقد أنه مدلول السياسي مهم بمعنى أنه مجرد وجود مراقبين على الأرض اليوم في سوريا في حلب أو في غيرها من وجهة نظري سوف يجعل هناك لأول مرة ربما آلية رقابه مباشرة لأول المتحدة موجودة بتقرير ما يجري على الأرض خاصة من انتهاكات يمكن أن تقوم بها إيران وأذرعها أو أطراف النظام السوري وأيضا القوات الروسية سليمان نمر عفوا أولا أنا أوافق الدكتور الرأي بأن النظام سيركز على محيط دمشق وما يسمى بالغوطة الشرقية والغوطة الغربية وعلى شمال أيضا دمشق في منطقة دومة النظام مركز السلطة ومركز النظام النظام سيركز على هذه المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق وكما تفضل أخي الدكتور قبلان وقال وسيطردهم إلى إدلب من أجل كما تفضل أوافق الرأي من أجل أن يقول للعالم ها هي أنا طردت الإرهاب هو موجود النظام استطاع بنجاح وبزكاء شديد أن يلعب لعبة الإرهاب النظام هو من استفاد جدا من حركة داعش النظام استطاع أن يحول المعركة إلى يا أنا يا الإرهاب وللأسف المعارضة السورية لم تنجح في أن تكون هي البديل الثالث للنظام أو لداعش فمن هنا النظام سيستغل موضوع إخراج المسلحين إلى إدلب من أجل أن يستفيد منهم بمعركته القادمة ولكن أريد أن أشير هنا إلى قضية مهمة النظام رغم كل هذه النجاحات الأمنية لكن النظام سقط في قبضة التحالف الروسي الإيراني النظام لا يملك أمره الاجتماع الثلاثي الذي جرى تركيا إيران روسيا العرب غائبون النظام غائب وهذا يعني أن النظام أيضا السوري لا يملك سنتطرق إلى ذلك إلى هذا الحلف ومدى قدرتي على التماسك في الفترة المقبلة ولكن بعد فاصل قصير مشاهدين أرجو أن تبقوا معنا أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى هذه الحلقة من تقدير موقف والتي نخصصها لنقاش خيارات ومواقف الأطراف السورية والإقليمية والدولية بعد معركة حلب دكتور إبراهيم فريحات أهم حلفاء النظام السوري الذين ساهموا في سقوط حلب روسيا وإيران برأيك هذه العلاقة هل ستصمد هل ستستمر فيما يظهر من تماسك إلى حد الآن طالما المعركة العسكرية جارية في سوريا التحالف هذا سيستمر برأيه وذلك لسبب رئيسي مهم جدا أن الصراع الخارجي والمواجهة العسكرية هي تكوي الجبهة الداخلية للأطراف المتحالفة مع النظام لكن هذه العلاقة الروسية الإيرانية برأيه مرشحة لكثير أو العديد من الخلافات في اليوم الأول الذي تجلس به الأطراف على الطاولة من أجل المفاوضات وذلك لسببين جلسوا في موسكو عندما يكون هناك محادثات جدية عندما تبدأ المفاوضات عندما تبدأ في مصير النظام الأسد وعن الترتيبات التي ستلي ذلك حتى الآن كل المفاوضات التي تجهيها عبارة عن مفاوضات إجرائية لم تدخل في مصير أو في مصير الأسد أو المعركة النهائية أو الشكل النهائي للحل عندما نبدأ بالحديث عن هذا الاتجاه الخلافات ستظهر لسببين رئيسيين السبب الرئيسي الأول أن الأجندات مختلفة روسيا هي ذات أجندة دولية وعندها رؤية أكبر للمعركة أو لعلاقاتها الدولية من الموضوع سوريا ونظام الأسد إذ لا يضير روسيا التضحية بالأسد وعائلة الأسد من أجل ترتيبات إقليمية ودولية تتفاهم معها مع الأطراف الثانية بنفس الوقت عندنا أجندة الإيران هي أجندة إقليمية تنتهي بالإقليم ولهذا السبب هي متطرفة لدرجات أكثر بكثير من الرؤية الروسية بهذا الاتجاه وسيكون هناك تشدد بالموقف الإيراني باتجاه ترتيبات معينة لحفظ الأمن والمصرح الإيرانية هذا التشدد الإيراني سيظهر من خلال أو سيتم تدعيمه من العامل الآخر الذي برشحه لسبب الإنخلاف هو أن إيران أصبحت الآن تتمسك أو موجودة أو ذات الكوة على الأرض بينما روسيا هي موجودة في الجو يعني الآن هذا الحجد الميليشياتي الإيراني من أفغانستان والباكستان والعراك والنجباء وغير النجباء هذا كله يشكل قوة على الأرض ستصطدم فيها روسيا فيما بعد هل يمكن لي أي من الطرفين دكتور فريحات روسيا وإيران أن يتبجح بعد حلب بالقول أنه الفضل الأكبر أو الجزء الأكبر من ما أونجز يعود إليه لن ينكر أحد الأطراف معروف أو فضل الطرف الآخر في حسم أو في المساعدة بالمهركة ولكن هذا لا يكفي لأنه عندما بدأنا بتنفيذ الأكبر مشكلة بالاتفاقات عمليات السلام والاتفاقات ما بين دول هو عندما نبدأ بالتنفيذ يعني لما بدأت التنفيذ باتفاق المهجرين من حلب الميليشيات الشيعية النجباء والإيرانية هي التي بدأت تطلق النار على الحافلات التي تنكل من حلب باتجاه إدلب وهذا تدعيم للموقف الإيراني وإحراج للموقف الروسي حتى أنا روسيا قالت أنها ستطلق النار لو تجرى أي طرف على تعطيل إخراج المسلحين والمدنيين من حلب عندما ثارت قصة الفوع وكفرية دكتور السلطان بركات رئيس المجلس الروسي غير الحكومة للسياسات الخارجية والدفاع فيودور يولوكيانوف قال الخلاف بين روسيا وإيران في سوريا تكتيكي وليس استراتيجي أسأل من له من الطرفين اليد العليا الآن في الوضع في حلب خاصة وفي سوريا عموما شوف أنا برأيي أنه لا يوجد شيء اسمه تحالف روسي إيراني روسيا وإيران بعيدين عن بعض أكثر شيء ممكن تعاون من الحاصل هو عبارة عن طلاق مصالح آني لأيام معدودة لكن لا يمكن أن الروس يثقوا بالإيرانيين مثلا يصبح بناتهم جوينت كومنيكيشن تشتغل معه كحليف كجيش وهذا أحد الأسباب لماذا صار فيه اختراق للهدن التي كانت مطروحة أنه ما في بناتهم مراسلات جيدة على مستوى عسكري محترم وترتيب لكن هناك تلاقي مصالح ومن الأصل أنا برأيي أن الأسد لم يجب روسيا على سوريا إلا لا يضع حد للنفوذ الإيراني الذي طلع بينه وبين إيران فيه كمان تضارب بالأفكار العديولوجية ونسبة سيطرتهم على الوضع على الأرض إلى آخر فالوضع الحالي أن إيران يجب أن تفضل الدكتور إبراهيم لهم نفوذ على الأرض الروس بدونهم سيكون أي تقدم في معارك كبرى مرة ثانية لأن السيطرة الجوية مهمة جدا في كل المعارك القادمة فدورهم مهم الاختلاف الوحيدي أنه روسيا يصبح ضغط دولي بالنسبة للموقفها ومن منطلق الواقعي هم وتركيا دخلت معهم في هذا الاتفاق من بعد حاولت الإنقلاب وكيف شافوا نظرة الغرب للحكومة التركية الحل الذي يترحون اليوم هو حل شرقي تركوا كل الغرب خارج النقاش على سوريا بما فيه حتى موقع المفاوضات تركوا جنيبا وتجوا نحو كازاكستان يتكلم أن نجلب روسيا وإيران متفقين بهذا الموضوع تركيا مهمة جدا موعد بدل المفاوضات يفترض لحد الآن يكون يوم ثامن من فبراير 2017 ووعدوا نوع من وقف اطلاق النار يستمر ما بعد حالا يتم توسيع نظام نطاق نطاق نظام أطلاق النار دكتور مروان نعم إليك هذا سؤال موالي تصويت الأخير في مجلس الأمن الذي لم ترفع في روسيا الفيتو بشكل لافت جدا قري أعلى أنه رسالة انذار لإيران هل هو كذلك أنا أعتقد أنه من اليوم الأول لم يكن هناك أولا مهما كانت العلاقة قريبة بين إيران وروسيا وما كانت العلاقة تحالفية بين آخر طرفين قريبة لا يمكن أن يكون هناك تطابق في المصالح فما بالك إذا كنا نتحدث عن روسيا وإيران وبينهما فجوة كبيرة برأي من عدم الثقة تمتد إلى عقود طويلة يعني على الأقل منذ الثورة التي حصلت عام 1979 لكن في سوريا تحديدا أنا أعتقد أنه خلاف كبير في الأجندات وهذا الخلاف أنا برأيي معبر عنه حتى داخل إيران نفسه لفيه تيارين بالأصل فيما يتعلق بالعلاقة مع روسيا تيار ذهب باتجاه أن روسيا يمكن أن تشكل سند وحليف يؤدي إلى إنقاذ نظام السوري في سوريا وخاصة بعد أن تعرض حقيقة لنكسات كبيرة في ربيع عام 2015 تحديدا وهذا التيار كان يقوده مستشار المرشد علي أكبر ولاياتي الذي ذهب إلى موسكو أيضا في هذا التيار كان قاسم سليماني من الحرس التوري وعبد اللهيان نأب وزير خارجي في ذلك الوقت هذا التيار لديه كان يسمى تيار المؤيد لموسكو في النظام الإيراني هناك تيار آخر كان يقول بأن لا روسيا حقيقة لا تشكل أو لا يمكن أن تشكل حليف لنا لأن بيننا وبينها تجارب كبيرة من عدم الثقلة تنسي بأن روسيا صوتت إلى جانب كل قرارات مجلس الأمن خاصة بالبرنامج النووي الإيراني ما فيها القرارة 1929 لعام 2010 والذي فرض أشد العقوبات على إيران بسبب عمليا مساعيها لامتلاك برنامج النووي في سوريا تحديدا أنا أعتقد بأن الخلاف ظهر بالفترة الأخيرة فيما يتعلق تحديدا بالهدنة التي تم التواصل إليها لا تنسي بأن الاتفاق كانت اتفاق روسي تركي استبعدت منه إيران تماما يعني إيران لم يستشرها الروس في موضوع الاتفاق ذلك حاولت أن تخرب هذا الاتفاق وتفرض نفسها عليه وتقول بأن أنا موجودة لا يمكن لأحد أن يتجاهني لذلك هي وقفت بشكل واضح ضد الهدنة حتى تمكنت من إدخال تعديلات عليها فيما يتعلق تحديدا باتفاق تبادل المحاصرين في كفري والفوع مقابل المحاصرين في حلب الأمر الآخر الذي بدأ أيضا هناك خلاف عليه أن روسيا قررت أن المعارك العسكرية الكبرى تتوقف في حلب لنعطي فرصة لإمكانية حصول مفاوضات السلام أنا أعتقد لم يكن هذا رأي إيران رأي إيران كان التالي لا يجوز أن يخرج المعارضون الفصائل المسلحة من حلب يجب أن يتم القضاء عليها وإبادتها لأن إيران لديها اعتقاد بأن خروجهم من حلب سوف تقاتلهم في مكان آخر يعني هم يخرجوا الآن ليقاتلوا في يوم آخر وهي تفضل أن تقتلهم مرة واحدة في مكانهم محصورين حقا ضمن مربع خمسة كيلو متر يعني وكان لديها اعتقاد إيران بأن يمكن القضاء عليهم جميعا في هذا مربع في حلب في حلب يعني كان في بضعة آلاف كان في ستة آلاف مقاتل في هذه الرقعة من الأرض طبعا إضافة إلى آلاف المدنيين لكن الموقف الإيراني كان أن يجب القضاء عليهم قضاء مبرمى حتى لا نضطر إلى أن نقاتلهم في مكان آخر في يوم آخر طبعا والعالم كان يمكن أن تحصل مذبحة أنا برأيي لأنه بسبب الوجود الكبير للمدنيين وهذا الذي دفع روسيا إلى أن توافق على الهدنة التي اقترحتها تركيا لإخراج المقاتلين من حلب ذلك الفكرة أقولها أن هناك خلاف كبير في طبيعة المصالح في أدوات حتى في أدوات تدخل يعني روسيا تستثمر في الجيش السوري وفي الأجهزة الأمنية السورية بينما إيران تستثمر في ميليشيات عمليا غير مضبوطة لا يستطيع أحد أن يضبطها إلا الإيرانيين لأن إيراني هم الذين يدفعون الواتبة وهناك حديث عن أنه قاسم سليماني الجنرال الآن يتجول في حلب بالفعل سؤال أخير لك قبل أن نذهب إلى المحور الأخير مع سليمان نمر ماذا عن غياب الولايات المتحدة بشكل نهائي عن لقاء موصول أخير الذي جمع روسيا وإيران وتركيا باعتقادي لم تصل الولايات المتحدة إلى درجة من التهميش في العلاقات الدولية وتحديدها في منطقة الشركة أوسط أم أكثر مما وصل عليه الأمر الآن يعني حتى من باب المجاملات الوزير الخارجي لفروف الذي تحدث بأنه نواصل التنسيق مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة مغيمة بالكامل عقيدة أوباما سحبت أمريكا من المنطقة والآن يتم الاتجاه سياسي جديد تصل مع ترامب ولكن في موضوع سوريا لن يختلف الأمر كثيرا لأن سوريا ليست أولوية بالنسبة لترامب وباعتقادي سيبقى الدور الأمريكي مهمشا بعد سلام النمر ما موقف حلفاء المعارضة الآن خاصة السعودية وتركيا أولا أريد أن أشير إلى أن أؤكد ما قاله الدكتور قبلان الروسيا تدعم الجيش السوري وروسيا تريد الذي يحقق الانتصار هو الجيش العربي السوري وليس مليشيات الإيرانية لماذا وهذا سيناريو قد يبدو غير معقول أنا أعتقد وستقول سليمان النمر قد قال أن روسيا تريد للجيش السوري أن يحقق انتصارا عسكريا لدعم عنوياته وبالتالي من الممكن هذا الجيش السوري أن يطالب بثمن هذا النصر الذي حققه ويسقط بشار الأسد وهنا تلتقي المصالح سنتحدث عن ويكيليكس سليمان نمر ربما اسمحي وهنا نلاحظ هذا الصمت السعودي على هذا الموقف الروسي نحن نلاحظ أن السعودية صمتت على التدخل العسكري الروسي منذ بدايته منذ أكثر من عام وتحدثت مرارا أن التدخل العسكري الروسي في سوريا جرى باتفاق بين الأمير محمد بن سلمان وبوتين في سان بوترسبورغ مقابل على ماذا اتفقوا ربما تقولون هذا كلام اتفقوا على أن تدعم روسيا الجيش السوري بقاء الجيش السوري وبقاء الدولة السورية لأن السعودية تعلمت من درس العراق وهذا أنا عشته هذا الكلام أنه حين سقطت الدولة وسقط الجيش العراقي انهار العراق ثمن المرتفع لضياع نهيار الدولة فالسعودية حريصة على أن يبقى الجيش العربي السوري حتى مهما كان حريصة على أن تبقى الدولة السورية ولكن طبعا ضد النظام كالنظام ومن هنا أشير إلى ما قاله الدكتور قبلان هناك كانت خلافات كثيرة تحدث بين الجيش السوري وبين الماليشيات حزب الله والماليشيات الشيعية وكل في سوريا الذي يعرف سوريا يعرف أن كثير من الخلافات والاشتباكات المصلحة حصلت ومن هنا أرى أن المرحلة المقبلة هي تعزيز انتصار للجيش السوري وبالتالي من الاحتمال الأكبر أن يسقط الرئيس الأسد بانقلاب عسكري سوري داخلي ربما تستغربون مثل هذا الكلام أعود إلى الآن إلى الموقف نحن لاحظنا أنه خلال فترة معركة حلب كان هناك صمت سعودي طوال معركة حلب السعودية لم تتحدث إلا عن الأوضاع الإنسانية فيها حلب عن الأوضاع الهجمات البربريات تتحدثت بمنطق إنساني وغاب وزير خارجية السعودية عادل جبير الذي كان كل يوم والثاني يصرح ويقول بشار الأسد سيسقط عسكريا أم سياسيا افتقدنا وزير الخارجية هذا على ماذا يدل ليس لأن السعودية ربما مشغولة باليمن شغل ليس فقط باليمن اليمن جاستع الوضع الاقتصادي إلى آخر السعودية كان لديها مشروع سعودي عربي للتصدي للمشروع الإيراني بالهيمن على المنطقة والذي بدأ بالعراق ثم امتد إلى سوريا ولبنان عن طريق حزب الله فالسعودية كان لدي هذا المشروع ومن هنا السعودية واسمحي لي بحكم خبرة بالمنطقة الخليجية منذ أن أتى الملك سلمان بن عبد العزيز وزيرا للدفاع ووليا للعاد عمل على إجراءات من أجل تشكيل حلف عسكري خليجي عربي حلف عسكري خليجي عربي ومن هنا عندما جاء الملك سلمان وتولى مقاليد الحكم في السعودية لاحظنا بعد شهرين أو أقل بعد ثلاث شهر أو أقل قام بمعركة اليمن عصفة الحزن وثم هذا أبطال المعركة أو المعركة التحالف العربي الملك سلمان كان يريد أن يقيم ولا زال يريد أن يقيم حلف على غرار الناتو عربي خليجي ولكن للأسف أفشل بعض العرب ومنهم مصر هذا المشروع فأصبح المشروع فشل هذا المشروع ومن هنا عادت السعودية مرة ثانية لتقول لا أنا إذن أعمل حلف خليجي رسمي وزيارة جولة الملك سلمان قبل قمة المنامة كان هدفها تكريس وتعزيز الحلف الخليجي العسكري الأمني نحن نلاحظ أنه ليس هناك خلافات خليجية حول موضوع التعاون العسكري وجميع دول المجلس التعاون الخليجي تشارك بمعركة اليمن نلاحظ أن هناك تعاون تام وإلى أقصى الحدود بالنسبة إلى الأمن الأمني ومحاربة الإرهاب ومن هنا أرى أن المرحلة المقبلة للسعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وهي كانت حليفة وداعمة للمعارضة السورية ستركز على معالجة أمرين رئيسين هما محاربة الإرهاب من خلال التعاون الأمني وعدم السماح لإيران بإثارة أي مشاكل أمنية داخل كلام مهم جدا هذا واحد والأمر الثاني اليمن وأنا تحدثت وقلت أن المرحلة القادمة سنشهد تصعيدا في حرب اليمن السعودية ستركز على حرب اليمن لأنها عندما بدأت الحرب نهتم أكثر بموقف السعودية في المستقبل المنظور من الوضع في سوريا هنا أريد تعقيب من الدكتور سلطان بركات فضل أنا برأيي من أهم النقاط نخليها ببعضنا دائما أن روسيا وإيران لا يمكن أن يلتقوا وروسيا عندها بشاكل كبيرة جدا مع إيران في وسط آسيا وممكن تكون من أهم حليف لدول العربية لوضع حد لانتشار البعد النفوذي الإيراني في المنطقة عندهم أولويات تتقاط مع العالم العربي أكثر من أولويات الغرب على العالم العربي في الوقت الحالي ويمكن بعد الذي حصل في حلب يكون في توجه جديد للدول العربية للتحدث مع روسيا بمنطلق يختلف تماما عن الذي كنا نعمل معه في السابق لأن من مصلحتهم وضع حد للنفوذ الإيراني ليس فقط في سوريا حتى في العراق رجعهم إلى حدودهم أكثر من الدول الغربية دكتور إبراهيم فريحات السعودية تنسحب أو ما يشبه الانسحاب ما نرى الآن مختارة أو مكرهة هو بدون شك العوامل التي تفضلوا فيها الزملاء في موضوع السعودية هي عوامل مهمة يعني موضوع حرب اليمن موضوع الجاستة ومشاكل اقتصادية وخرى لكن باعتقاد هذه الأسباب لوحدها غير كافية لتفصيل الموقف السعودي في سوريا السبب في ذلك أن المعركة في سوريا هي دولية بمعنى أن روسيا هي داخل طرف رئيسي بهذه المعادلة السعودية ليس بإمكانها وليس مؤهلة ولا موقعها بالنظام الإقليمي أو الدولي يصرح أن تقف أمام روسيا السعودية على سبيل المثال لا تستطيع أن تعطي المعارضة ستينجرز التي أعطتها للمجاهدين الأفغان أيام الاتحاد السوفيتي إلا بغطاء من واشنطن وهذا الغطاء من واشنطن ليس موجود لأن السعودية لن تجرؤ على مواجهة روسيا في سوريا السعودية بإمكانها أن تدفع بإتجاه مواجهة إيران في سوريا ولكن قرار من هذا النوع هو بحاجة إلى دعم أو غطاء من الناتو أو واشنطن وهذا غير موجود لذلك لهذه الأسباب السعودية أيضا مثلها مثل بقية حلفاء المعارضة وقفت موقف المتفرج عندما تدخل روسيا بثقلها العسكري وهذا باعتقادي ما يفسر الصمت السعودي بهذا الاتجاه وهو نفس المصيد الذي وقعت فيه تركيا بالمناسبة لأن تركيا أيضا هي معادلة إقليمية ليس معادلة دولية عندما وقعت تركيا دعمت المعارضة وليس بغطاء ناتو أيضا وقعت في مشكلة مواجهة مع روسيا وكادت أن تقضي على الموقف التركي بالمقابل فإذن بحاجة أن نتحدث عن موازنات دولية ومعادلة دولية من أجل أن نفهم الصورة بهذا الشكل بصدد هذا التقييم وهذه المراقبة دكتور مروان الممثل الدائم لروسيا في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين دعا الرياض للانضمام إلى هذه المحادثات وما سمي ببيان موسكو الذي قدم تصورا لحل الأزمة السورية وربما حتى حدد موعد لبادة المفاوضات الرياض سمتت لحد الآن على هذه الدعوة هل ستستمر في هذا الصمت لا أنا أعتقد أولا نواضح أن الروس بدأوا بعد معركة حلب تحديدا يعيدوا موضع أنفسهم باعتبارهم أنهم هم قادوا أم هم غيروا المعادلات الميدانية على الأرض هم وحدهم غيروا المعادلات الميدانية على الأرض وقد أثبتوا ذلك مرارا من وجهة نظري عندما كانوا يحجبون الغطاء الجوي عن الميليشيات والقوات السورية الموجودة في حلب يعني لاحظي مثلا في شهر آبل ماضي تمكنت المعارضة من كسر الحصار في حلب وتقدمت يعني وتمكنت عمليا من الاحتلال أهم المواقع العسكرية للنظام مثل الكليه العسكرية والأكاديمي العسكرية ساكل هنان وكلية المدفعية يعني وهذا سببه بشكل أساسي هو حجب الغطاء الجوي الروسي عن القوات الموجودة على الأرض لذلك روسيا حاولت خلال هذه الحملة العسكرية على الدوام أن تبرهن على هذه النقطة بدون وجود على الأرض لا يمكنكم أن تفعلوا شيئا لا النظام السوري ولا الميليشيات الإيرانية ولا الحرسة التوري الإيرانية ولا كل هؤلاء الذين يقاتلون المعارضة فالآن بعد أن أثبتت أنها هي الوحيد القادرة على تغيير المعادلات الميدانية من نقطة من جهة ومن جهة أخرى هي تعتقد أنها هزمت الغرب في سوريا وبالتالي هزمت الغرب اعتبار أن الغرب كان دعما للمعارضة السورية خلال السنوات الخمس الماضية على قلة هذا الدعم بطبيعة الحال لكن هي الآن تريد أن تقدم نفسها باعتبارها صانع سلام لذلك كان واضح بمجرد أن انتهت معركة حلب أو حسوة معركة حلب من قبل الروس فورا دعوا إلى اجتماع موسكو من قبل القوى الفاعلة على الأرض في سوريا ويتركيا وإيران إلى جانب روسيا أنا أعتقد أن روسيا تريد الآن أن تقود عملية سلام في سوريا وكان واضح لقرأ إعلان موسكو الذي صدر أمس الأول كان واضح أنه حتى في إشارات لم تعجب الإيرانيين في كثير من الزوايا يعني مثلا إشارة للقرار 2254 الذي بدوره يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 يتحدث عن عملية جينيف يتحدث عن قضايا كثيرة إيران تقول أن حدها الأقصى في سوريا هو إنشاء حكومة وحدة وطنية بين النظام وبين المعارضة تبقى صلاحيات بشار الأسد له ويبقى بشار الأسد هذا هو المعروض إيرانيا الروس أعتقد أنهم يريدون أن يذهبوا أبعد من ذلك قليلا أنا أعتقد أنهم يدركون أن لا يمكن أن يفعلوا ذلك إلا بوجود طرف عربي الغطاء العربي مهم لسببين أساسيين السبب الأول أن هناك أطراف في المعارضة خاصة في الجبهة الجنوبية على الحدود مع الأردن يعني علاقتها معروفة مع السعودية ومع دول عربية خليجية لذلك روسيا بحاجة لهم لمقدار ما كانت بحاجة إلى تركيا للضغط على فصائل المعارضة في الشمال هي بحاجة إلى دول الخليج وعلى رأسك السعودية للضغط على فصائل المعارضة في الجنوب الأمر الثاني مهم إعادة إعمار سوريا بعد الحرب بدون الخليج لن يكون هناك يعني روسيا تعرف بدون المال الخليجي لن يكون هناك يعني روسيا حريصة على تبدو فقط دولة حرب بل صنعت سلم أيضا وأعمار شكرا جزيلا لكم انتهت هذه الحلقة انتهى وقتها بالفعل لم يبقى لمشاهدين في ختام هذه الحلقة الأخيرة في هذه السنة إلا أن أشكر ضيوفي هنا في السوديو كل من الدكتور إبراهيم فريحات أستاذة نزاعات الدولية في معهد الدوحة لدراسات العليا سليمان نمر مدير مركز الملتقى الخليجي للتحليل السياسي الدكتور سلطان بركات المدير المؤسس لمركز دراسات النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات الدكتور مروان قبل المدير وحدة تحليل السياسات بالمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات هذه تحية لكم أينما كنتم كل عام وأنتم بخير إلى اللقاء اشتركوا في القناة